بعد ما اطمننا ان كل سيرفر سايد فلاديشن شغال عندنا بشكل سليم تعال دلوقتي نبتدي نشتغل على الكلين سايد فلاديشن وهنا الموضوع بسيط جدا ولكن برضو هيكون فيه تريك اننا نعمل فلاديشن على الكافر او الصورة اللي الاند يوزر بيعمل لها ابلود سواء من ناحية الاكستنشن او من ناحية برضو السايز الخاص بيها فخلينا نشتغل فيهم خطوة خطوة زي بالظبط نعملنا في السيرفر سايد فلاديشن اول نقطة هي انك اصلا لما بتعمل كارييشن لنيو بروجيكت فهتلاحظ هنا ان جوه الفيوز في الفولدر اللي اسمه شيرد في عندك هنا بارشال فيو اسمه underscore validation scripts بارشال هو ده وده موجود جوه two files واللي هم خاصين به الجي كويري فلاديشن فهنا التيم بتاع مايكروسوفت ما ضفش two files دولت جوه اللي اي اوت مع انه كان ممكن يضيفهم عادي جدا جوه اللي اي اوت وده لان اولا حجمهم كبير الى حد ما ثانيا انت مش محتاجهم في كل الصفحات انت محتاجهم فقط في الفيوز اللي بيكون فيها forms فبالتالي اي فيو عندك هيكون موجود جوه فورم تقدر بمنتهى البساطة انك تضيف جوه البارشال فيو ده فهو هيدفلك لسكريبت دي جوه الفيو بتاعك فبمنتهى البساطة هروح برضو على الفيو اللي هو اسمه create وهبتدي اتحرك تحت خالص وهقول له add section scripts وده معناه كده ان الجزء ده هيتضاف في المكان اللي احنا عارفينه اللي هو جوه اللي اوت اللي هو المكان ده هيحصل مكانه render lay descript اللي متحدد اسمه هنا وده معناه ان الاسم اللي احنا محددينه هنا هو لازم يكون نفس الاسم اللي موجود عندي هنا خلينا بس نزبط الكود بتاعنا وبعدين نبتدي نشوف احنا محتاجين نضيف ايه كل اللي احنا محتاجين نضيفه هنا هو اني هقول له هنا partial الشكل ده وبعدين هقصين عليه هنا اسم الpartial view اللي انا محتاج اضيفه فممكن بمنتهى البساطة اجي هنا اعمل rename واخد بس الاسم copy بعدين اضيفه هنا تعالى مباشرة نعمل save ونرجع على البروزر بدون مملأ اي داتا هنا في الفورم هبتدي اضغط على save هتلاحظ مباشرة اني ال client site validation بتاعتنا اشتغلت بدون ما الابليكيشن بتاعي يبعت اي request للسيرفر ودي طبعا ميزة قوية جدا في ال client site validation هي انك بتفالدات الداتا في البداية على البروزر الخاص باليوزر قبل ما تبعت ال request بتاعك على السيرفر لكن طبعا واضح هنا ان الكاتجري بتاعتنا ال client site validation بتاعتها مش شغالة بشكل سليم تعالى نشوف بالزبط المشكلة دي حصلت عندنا ليه هاجي هنا كده هقول له value equal فاضي تعالى نعمل save تاني ونرجع على البروزر اضغط تاني على save هتلاحظ دلوقتي ان هي اشتغلت فخلي بالك من النقطة دي علشان ال client site validation بتاعتك تشتغل بشكل سليم فانت محتاج لو ضيف item في البداية انك تخلي ال value بتاعته فاضية علشان ال client site validation تشتغل عليها بشكل سليم فدلوقتي كل ال client site validation شغالة فيما عادة نفس النقطتين اللي احنا ضفناهم قبل كده باستخدام ال validation attribute فلو جيت هنا مثلا اخترت الايكون هتلاحظينا ان هو مش معطرد لو ضغطت save هو مش معطرد عليها ولو اخترت file حجمه اكبر من ال one mega برضو هو مش معطرد عليها فتعالى في الفيديو اللي جاي نبتدي نتكلم عن الجزئية دي ترجمة نانسي قنقر